السلام عليكم وتحبون علوم الطيبة في واحد يسألني عن سالفة راعي الحفر راعي الحفر هذا اللي طلع من بيته وهو مديون وراح لرياض ورجع وهم نسد ندين خلال 24 ساعة هذا راعي الحفر كان سهران في ليلة من الليالي في استراحة مع أخويا وواحد من أخويا لاحظ أنه هايش لاحظ أنه ضايق صدره ومهموم وكذا قال وش في كبف لا أنا شوفك ضايق صدرك ومهموم قال يا ابن الحلال علي دين فوق الثلاثمائة توني خلصت من العمارة ورات ما يصفي من الشي والأمور ما يعلمها للا الله تبارك وتعالى قال رفيزة يبغي يهون عنه قال طيب ما نقيت أحد يفزع لك ما قدمت على أحد ما رحت لها التجار لها لصحاب الأموال لعل الله تبارك وتعالي زكاة ولا تذا قال رجال ما نقيت أحد وين هم يقوله قال رفيزة هذا يقترع قال يا أخي ليش ما رحت لعبد العز بن فهد عبد العز بن فهد الله يحفظ هاك الأيام كان في الديوان قال ليش ما رحت لعبد العز قدمت عليه لعل الله نقضي دينك رجال أنا ويني وين عبد العز بن فهد وين بقى عبد العز بن فهد في باله أن ما راح يستطيع أن يقابله راح وساروا في الليل يومنا جاء في الليل ضربها خمس أسداس قال أنا وراي مكتب معروضي وأطلع الصباح للرياض لعل الله تبارك وتعالي يسر الأمر أصبح الصباح كتب معروضه وطلع على وجه للرياض قال خلني أروح لفلان من ربعي يمرح عنده في الرياض والصباح يصبح الديوان كان أيام ربيع ويام خير ويام طار يقول خلني أفرق من عنده ثمامها أشوفها الربيع وتفرج والليلة همرح في الرياض لف من عنده ثمامه يوم جاء ووقف صلاة العصر يصلي إلا فيه مجموعة مصلة قدامه الصلاة باقي له ركعتين ألحق الرجال فيما هو يصلي ووقف مجموعة يصلون معه يوم انتهى من الصلاة والتفت له والله أنه يشوف رجل يمشبه عليه انتهى من الصلاة وانتهى من الصلاة وراح الرجال ذاورك في السيارة ويروح الوحد من الخوية قال يا أخي الرجال ذا منه قال يعني معقول ما تعرف قال الرجال عارف بس منه قال هذا عبد العزيز بن فهد راح الرجال قال يا أخوي والله أنا جاي من الحفر وانه كانت في المعروضي في السيارة أدوره وجابها الله لي هذا ما صادق قال معروضك معه قال لي ويروح هذا ويكلم الأمير الخوي يكلم الأمير قال الأمير رجال يصلينا معه جاي من الحفر يدورك وجابك الله له قال معقول قالي قال خليه يجي يوم جاء قالوا شو قال هذا معروضي قال يعني جي من الأحب قالي والله هذا معروضي كاتبة ما يمديه يكتب المعروض المهم قال قال حبدالزم فعد وأمر بقضاء دينه أمر بقضاء دينه قال رح للعساف الديوان يصرفون لك قالوا شو قبل عساف أنا يا الله قبلت شو قبل عساف قال لا رح يدخلون راح الرجال ودخلوه وأخذ الشيك ورجع للحفر من ثاني يوم مقضين دينه قضاها الله تبارك وتعالى فعلا وإن يريدك الله بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباد لا أرادك الله تبارك وتعالى بخير هيئ لك الأسباب هيئ لك من يدلك هيئ لك من ينصحك ويرشدك سخر الله لك كل من حولك لاحظ الله تبارك وتعالى ساق عبدالعزم فاد حتى يصلي خلف هذا الرجل حتى يتولى ويأخذ معروض قال الله استجاب في دعوة يعني الرجل هذا دعوة دعوة بصدق أو دعيلة يعني دعا لأحد بدعوة صادقة فاستجابها الله تبارك وتعالى دائما نعلم قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى قد يأتيك اليسر والتيسير من حيث لا تحتسب مفواد القصة هذه أن يكون الإنسان الذي ينعم الله عليه بنعمة أن يكون هين لي الرحيم بالآخرين شوف هذا الرجل يمطر عليه هو رفيقه في حفر الباطن من فكروا فيه طرع عليهم الأمير عبدالعزم فهذا أصلا الله يحفظ دائما نسمع في المجالس يجي مثلا إنسان عنده مريضة وإنسان عنده ذية ومن يقول هذا الكلام مجاملة يطرع عليهم بعد الله تبارك وتعالى عبدالعزم فهد ويطرع عليهم الرجال الأخيار كن أنت من الرجال الأخيار اللي يذكرونها الناس إذا بدالهم حاجة لا تجعل بينك وبين الناس حواجز اشتركوا في القناة